موسيقى يعني هل هناك شيء يميز اجتماعات الجماعية العامة للأمم المتحدة في هذه الدورة الجديدة هذا العام فيما يتعلق بالقضايا العربية فيما يتعلق بالقضايا العربية فيه طبعا كثير يميز دورة الجماعية العامة هذا العام اولا فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية سيتم بحث الخيارات المتاحة فيما يتعلق بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني بعد احداث يوم الارض اللي تم مات فيها حوالي 190 متظاهر فلسطيني واصيب فيها حوالي 5000 واحد واللي ترتب عليها استخدام الولايات المتحدة لحق النقد داخل مجلس الامن لعاقة الصزار القرار وذهبنا للجامعية العامة وتقديم السكتير العام لتقرير في هذا الموضوع تضمن العديد من البدائل القادة العرب سيبحثوا هذه البدائل وسيقرروا ايها يمكن ان ندفع به كدول عربية لضمان حماية الامم المتحدة للشعب الفلسطيني الاعزل دي النقطة الاولى النقطة التانية فيما يتعلق بالمسار الجارية في عملية السلام الان وما يطلق عليه صفقة القرن التي لا نعلم عنها شيئا حتى حضرتك حتى انا وحتى ناس كتير في الامم المتحدة وفي غير الامم المتحدة احنا في الاعلام عارفين حاجات كتير والله يعني بكتر خيركم لو قلتلنا لا صفقة القرن وعلاقتها بمبدأ الحل الدولتين الذي قامت عليه على ممارية السلام ومبادئ الشرعية الدولية الوردة في قرارات مجلس الامن وقرارات الجامعية العامة وغيرها وبالخمس قضايا الرئيسية اللي بنسميها قضايا الحل النهائي كل ده حيخضع لتشاور مكثف والرئيس نحمود عباس سيعمل بريفنج شامل للقادة العرب في هذا الموضوع وسيعرض الخيارات الفلسطينية وسيعرض لماذا الرفض الفلسطيني للانتماج في اي مفاوضات مع الولايات المتحدة في هذا الموضوع ويمكن هو ده ما قاد الى اتخاذ الولايات المتحدة لقرار بغلق المكتب منظمة التحرير في واشنطن وسحب الاعتراف من السفير الفلسطيني الموجود هناك ايضا سنبحث ما هو رد الفعل متوقع من مثل هذا القرار رد الفعل متوقع من قبل الجنب العربي طبعا بالنسبة لهذا القرار طبعا هناك اتصالات هادئة بتجري مع الولايات المتحدة للحيلولة دون تنفيذ هذا القرار وليه حمل الادارة الامريكية على التراجع عنه ولكن لا نعلم مدى امكانية ان تسفر الامين العام للجامعة وعدد كبير من القادة بيجروا اتصالات هادئة بهدف السيطرة على الابعاد اللي ممكن تكون لهذا القرار حضرتك سعد سفير الجامعة العربية في الامم المتحدة ولك باع هنا في هذا المبنى لانك كنت الامين العام المساعد في فترة من الفترات لسكرتير العام للأمم المتحدة هل توقعت ان تقدم الادارة الامريكية على هكذا القرار بصراحة لا يعني طول عمرنا بنرى اختلافات طفيفة فيما تعلق باسلوب تعامل الادارات الامريكية المتحاقبة مع القضية الفلسطينية سواء كان من ادارة كلينتون ثم ادارة بوش الابن وقبلها ادارة بوش الاب ولكن لم نرى مثل هذا التحول الجوهري هذا التحول الجوهري بيمس اتنين من اهم القضايا الرئيسية قضية اولا فيما يتعلق بالاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة اسرائيل ونقل السفارة الامريكية اليها ده بيمس مساس مباشر بنقطة اساسية من النقاط الخمسة الاساسية وهي القدس النقطة التانية وهي سحب التمويل الذي يعطى للانروا 300 مليون دولار اللي بتديهم الولايات المتحدة الانروا ده بتقضي على قضية اللاجئين وهذه قضية محورية ومرتبطة بحق العودة للشعب الفلسطيني الى الاراضي الفلسطينية المحتلة وبالتالي بحيث لا يبقى من العملية سوى بعض الانشطة الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن ان تندمج في انشطة مع مصر ومع السعودية ومع الاردن ومع العدب من الدول المحيطة هو يدوب مبدأ حل الدولتين وتذوب الدولة الفلسطينية ولا تقوم بعاصمة وبالتالي لابد من التعامل بقدر اكبر من الحذر مع كل الطروحات التي تطرح اذا كانت هناك طروحات لان الغد دلوقتي انا ما شفت الطروحات اللي لو انت هدولي حاجة جديدة النهاردة هكون سعيد بها جدا لا هو الاعلام بس يعني بيردد يعني وحضرتك اكيد اقدر واعلم مني بذلك لكن ارجع للنقطة اللي حضرتك اشرت اليها في البداية وهي مسألة البدائل المطروحة او المتاحة او التي ستطرح من قبل القادة العرب لحماية الشعب الفلسطيني خطوط عريضة لهذه البدائل الخطوط العريضة لهذه البدائل هو في بديل هو استخدام قوات الانسو اللي هي قوات المراقبين التي تم نشرها سنة 56 بعد حرب 56 باقي منها 150 مراقب غير مسلحين وممكن استخدام خدمتهم في مراقبة الحدود ما بين الاسرائيل والسلطة الفلسطينية والاراضي الفلسطينية المحتلة فيه بديل اخر وهو استخدام الخمسة المراقبين الموجودين لإدارة شؤون الانسانية في العم المتحدة القدشة ومن خلال تقدمهم لتقارير عن اي انشطة يرونها فيما يتعلق سواء كان بالاعتداء الاسرائيلي على الفلسطينيين او الاعتداءات الفلسطينية لان هناك ايضا صواريخ بتطلق من فلسطين من حماس ومن غيرها فهناك لابد يكون هناك قدر من الرقابة المتبادلة من الجانبين وده ايضا بيصب في مصلحة جهود المصالحة اللي مصر بتقودها واللي بيقودها الرئيس السيسي واللي سيكون لها ان شاء الله مردود ايجابي في توحيد الصفة الفلسطينية لقلال المفاوضات في ايضا بديل اخر استخدام قوة المراقبين اللي موجودة في الخليل من سنة 94 واسمها قوة التف تي اي بي اتش وهناك بديل اخر هو استخدام الموظفين الانرواء مع البسهم لباس مميز ودون تسليح ايضا وهم بيمرسوا مهمهم لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين يقدر يقوموا بمهام المراقبة الامين العام طرح انه لابد يكون فيه قرار جديد من مجلس الامن او من الجامعية العامة احنا بنعكف على اعداد عدد من العناصر بحيث انها سيتم عرضها على الاجتماع الوزاري اللي هيعقد بكرة بعد الظهر وحيتم بعد كده عرضها على القادة العرب بحيث نشوف بدائل التحرك ايه ان شاء الله في اوائل اكتوبر في هذا الملف وانتو بتعملوا يعني حسابتكم كجامعة عربية كوزراء خارجية عرب لخصوص بخصوص هذه البدائل هل شعرين انه الولايات المتحدة واسرائيل ستقف عقب امام تحقيق ايا من هذه البدائل طبعا طبعا عندنا هذا الشعور ولذلك لجأنا الى البدائل التي قد لا تحتاج الى قرار تنفيذي من مجلس الامن او من الجمعية العامة لاننا نعلم ان انشاء قوة جديدة قوة مراقبين جديدة سيصطدم بفيتو امريكي ونعلم ان ان اسرائيل ستعارض نشر اي قوة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة